في الشان السوري تمكنت المعارضة من التصدي لمحاولات تقدم ميليشي الأسد على جبهات حي جوبر وتم تدمير دبابة في دمشق وفي ريف دمشق تمكنت المعارضة السورية من تدمير عربة بوزديكا ومدفع 23 لميليشي الأسد على جبهات بلدة عين ترمى بالغوطة الشرقية وإسقاط طائرات استطلاع هذا وشنت طائرات ميليشي الأسد غارات جوية وسط قصف مدفعي وصاروخية على بلدة عين ترمى بالغوطة الشرقية وتعرضت مدينة دومة لقصف مدفعي أدى لسقوط قتلة قتل طفلين وأصيب أخرين بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مقلفات القصف الجوي على بلدة عينجارة بالأريف الغربي وفي حمص تواصل ميليشيا الأسد محاولة تقدمها باتجاه بلدة السخنة بالريف الشرقي من مدينة تدمر والمنصورة والرصافة واستهداف كل منها بالصواريخ وفي درعة خرقت ميليشيا الأسد الهدنة المتفق عليها بقصف أحياء درعة المحررة واستهدفت بلدة الغارية الغربية بقذائف الهون والرششات الثقيلة كما تمكنت المعارضة السورية من تدمير سيارة تابعة لتنظيم داعش بعد استهدافها في محيط تل الجموع بريف درعة الغربي